أهلا بكم جديد هذه دائرة الشرق ونتابع معكم ليست دونياسك ولوغانسك وحدهما ميس عيان إلى الاستقلال أو الحصول على صفة الحكم الذاتي في أوكرانيا فأقاليم عدة وخصوصا في شرق أوكرانيا تتأثر كثيرا بالثقافة واللغة الروسية المجاورة وترى لنفسها موقعا منفصلا على الخريطة تلك الأقاليم تمتد على مساحة الشرق الأوكراني هنا هذا بيئة الأصفر وتدور في فلك روسيا المجاورة والتأثير يعود إلى تاريخ إلى قرون عدة مضت وليس سنوات كما يعتقد البعض التأثير الروسي يبدأ من المتحدثين باللغة الروسية في هذه المناطق الشمالية والوسطى والشرقية لأوكرانيا الحديثة فقد ظهروا خلال أواخر القرن السابع عشر في أعقاب تمرد ضد بولندا أنذاك قم به القوزاق وهم مجموعة عرقية من السلافيين الشرقيين تعمق هذا الواقع بشكل أكبر منذ أواخر القرن التاسع عشر حين استقرت أعداد كبيرة من الروس فيما يعرف الآن بجنوب أوكرانيا وهي منطقة كانت تعرف أنذاك باسم نوفروسيا أو روسيا الجديدة ليست روسيا الجديدة وحدها من غزت دعاوى الانفصال وغزتها فبسبتمبر من عام 1990 كان علامة فارقة في هذا المسار عندما ظهرت هنا في ترانستيريا أو رسميا جمهورية بريدنيستروفيا المولدافية وهي دولة انفصالية هنا بالأصفر في الشريط الضيق بين النهر دينستير أو الحدود الأوكرانية أما نعود إلى العصر الحديث وتحديدا في عام 2014 فكان لثمانية أقاليم في دونباس سعي للتوصل إلى حكم ذاتي بعيد عن أوكرانيا منها خاركوف ودونيست ولوغانسك روج أوديسا وبولتافا يومها تجمع أربعة آلاف شخص وسط خاركوف هذا الأقليم شرق أوكرانيا للمطالبة بالحكم الذاتي لثمانية أقاليم جنوب شرق البلاد لم يتحقق الحلم الجماعي لتلك الأقاليم التي تنتمي لشرق يأخذ من اللغة الروسية أساسا لتواصل بنسبة تتجاوز تسعين بالمئة على كل منطقة تبدو الأكثر تأثرا بالروسية فيما الجنوب لا يزال ولا يقل تأثرا حيث نسبة استخدام اللغة الروسية هنا في جنوب الأوكراني تتجاوز أيضا ثمانين بالمئة بينما في الشمال والشمال الشرقي تبلغ أو تقتر بنسب من ستين في ألمية طبعا واقع ثقافي وجغرافي هنا في أوكرانيا يفرض في السياسة ما يريد فتحصل لوغانسك ودونيسك كما عرفنا على اعتراف الروسي فيما تطمح باقي الأقاليم أيضا في الشرق وإلى الجنوب بنفس الخطوة لكن الواقع يبقى بما ستقرره مواجهة الروسيا والغرب على كل الأحوال لنتحدث أكثر عن التاريخ ففي عام 1917 وضعت الثورة البلشيفية حجر الأساس للااتحاد السوفيتي الذي توسع ليشمل 15 جمهورية ذات حكم ذاتي قبل أن يأفل نجمه نجم اتحاد السوفيتي عام 1991 لنتابع رحلة صعوده حتى الانهيار روسيا القيصرية حلم فلاديمير بوتين البائد هذه الحدود المترامية الأطراف لا تبارح ظهن الرئيس الروسي هكذا بدت بلاده يوما حتى جاءت الثورة البلشفية عام 1917 فتقلصت حدودها وسقطت منها أراضي في أكتوبر من ذلك العام تحديدا قاد فلاديمير لينين ثورة غيرت مجر التاريخ وأسست الاتحاد سيحتل لاحقا 15% من مساحة الأرض فصل آخر من هذه الثورة بلغ أوجه بين عامي 1918 و1922 حين حصدت الحرب الأهلية الروسية أرواح الملايين وانتهت بأعلان قيام اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية في جمهوريات روسيا وأوكرانيا وبيلاروسيا وما وراء القوقاز التي ضمت جورشيا وأرمينيا وأذربيجان من هنا بدأ الاتحاد السوفيتي ينبض بالحياة متخذا من موسكو عاصمة له بدلا من بوتروغراد التي سميت لاحقا لينينيغراد وتعرف اليوم باسم بوتروسبرك هيمنة الاتحاد السوفيتي توسعت مع وفاة لينين وصعود خليفته جوزيف ستالين عام 1924 في ذلك العام امتدت رقعة الاتحاد لتشمل أوسباكستان وتركمانستان بعدها بخمسة أعوام طالت تجركستان ومن ثم ضمت أذربيجان وكزاخستان وقرغيزستان عام 1936 ستالين وسع نفوذه ليشمل استونيا ولاتيفيا ولتوانيا ومولدوفا عام 1940 في ذلك العام كان العالم يقف على آتاب حرب عالمية تأخر الاتحاد السوفيتي في اتخاذ موقعه فيها لكنه خرج منها مغتنما مدينة كالينيغراد بصورته هذه احتلت مساحة تكتل قرابة 22 مليون كيلو متر مربع يسكنها 290 مليون نسمة ينحدرون من 120 قومية عرقية بعد وفاة ستالين تولى سلطان نكيدا خاروتشوف وعرف الاتحاد في عهده مكانة أهلته لخوض حرب باردة قسمت العالم بين معسكرين شرقي وغربي بداية أفول الاتحاد كانت عندما عصف الركود باقتصاده في ثمانينيات القرن الماضي لإصلاحه تبنى رئيس الاتحاد ميخايل كورباتشوف سياسة البريسترويكا أو إعادة البناء لكنها انتهت بتفكك الدولة العظمى لترث محلها روسيا الاتحادية إذن لنتحدث قليلا بما أن اليوم الكل يتحدث عن هذا الطموح لإعادة بناء الاتحاد السوفيتي أو حتى ما قبله الذي كان ظاهرا في حديث بوتين المطول قبل إعلانه اعتراف الإقليمين أذهب من نانت الفرنسية عبر زومة دكتور باسكال بوترومون وهو أستاذ العلوم الجيوسياسية والتاريخ المعاصر والعلاقات الدولية في جامعة نانت من هناك أهلا بك يا دكتور دكتور كثيرون قالوا أن بوتين في الخطاب المطول الذي قام به طبعا قبل إعلانه الاعتراف باستقلال الإقليمين الأوكرانيين بأنه أعاد كتابة التاريخ فعليا يعني فيها شيء من الحقيقة ولكن التشويه كان في أن أوكرانيا لم تتواجد أصلا قبل روسيا وربما حتى أنه عاد من يومين قليلا ليقول أنا ليس لدي طموح بإعادة الدول الأخرى التي كانت ضمن الاتحاد السوفيتي ولكن أوكرانيا مختلفة كيف نفهم هذا تاريخيا وأفاق التحقق منه من الواضح نعم فإن هناك نية لدى رئيس بوتين بالتوجه إلى الماضي للاتحاد السوفيتي والإمبراطية الروسية فلا يجب أن ننسى أن الرئيس بوتين هو رجل يتجذر من الثقافة السوفيتية فهو قد تربى في المجتمع السوفيتي وشارك في بناء هذه الدولة وهو شاهد انهيار هذه الدولة السوفيتية بالإدفة إلى مشاركته في الحياة السياسية في تسعينيات من القرن الماضي ولكن من الواضح أيضا أنه لا يزال يتأثر بهذه التمحات للحفاظ على المحور الاستراتيجي للدولة الروسية التقليدية فبما أنه يعتبر أوكرانيا كدولة مفقودة من النفوذ الروسي التقليد لا يجب أن ننسى أنه في القصور الوسطى كييف كانت تلعب دورا كمحور أساسي من حيث الثقافة ومن حيث تأسيس ما يسمى بدولة روسية المعاصرة لأن كل ذلك بدأ في كييف التي إذا حللنا التاريخ يلعب دورا مهما بالنسبة للروس اليوم فبالتابع نحن نرى أن جمهوريتي دونباسا هذان الأقلمان حيث هناك ملايين من الناس بالتابع هناك أغلبية نتقين باللغة الروسية بالإدفة إلى المتعثرين بهذه الثقافة الروسية فبالتابع الرئيس روسيا اليوم يلعب هذه الورقة فهو يستغل هذا النفوذ الذي يعززه منذ 2014 في هذه الأقليم بالإدفة إلى أن الوليات المتحدة لم ترتب هذه الأزمة خلال سنوات الأخيرة مع هذا النفوذ وكل ذلك بتزامن مع البنية التحتية لحلف النايتو فإن ذلك يقلق الكرملين فلذلك نحن نجد في اللحظة توازن القوة بين هذه القوات الروسية فإن هذا التوازن فكل ذلك يظهر المزيد من التسعيد ومن الصحيح أننا قد نتشكك في الخطوات المستقبلية من قبل الرئيس الروسي وأهل من الممكن أن تنقذ دبلوماسية هذا الصراع فبطبع هذا ليس له سؤالا أمامنا دكتور عندما نتحدث عن التاريخ واستعادة التاريخ طبعا معظم الصراعات فيها هذا العامل هذا الحق التاريخي بين قوسين كم هو خطير اليوم العودة إلى الحق التاريخي خصوصا أنه إمبراطوريات كثيرة كانت ضخمة كبيرة لا تغرب عنها الشمس ومن ثم انهارت وأصبحت صغيرة يعني ماذا يمكن أن نقرأ من تغيرات في الخريطة لو كل واحد عاد إلى خريطة تاريخية إذا كنا نريد أن نمنع استخدام التاريخ كآلية جيوسياسية فيجب أن يفعل ذلك عبر القوة أو تغير المقاربات من قبل الدول الغربية والولايات المتحدة فنحن أيضا بدول الغربية عاددا ما نستخدم الدول كخصوم مفيدين مثل ما يكونه الحال بشكل روسيا وأيضا خلال الحرب الباردة والاتحاد السوفياتي فإن اليوم الديناميكية والسياسة الأمريكية اليوم تتمثل في منع روسيا من أن تتوسع من حيث النفوذ الجيوسياسي بالدفة إلى هذه الخطوات التسعيدية الأخيرة وأيضا إذا حللنا التاريخ نحن بطبعا نرى أن الكثير من المواطنين الروسي يهتمون بهذه الاستعادة للمجد التاريخي ولكننا يجب أن نفهم أن روسيا بالطبع تهتم اليوم بأن يكون هناك ما يسمى منطقة النفوذ النفوذ بعيدا عن التأثير الأمريكي فلذلك من الممكن أن يكون هناك نوع من التغييرات السياسية في الولايات المتحدة لأن هذه الرغبة في الإدانة المتكررة لدولة روسيا بسبب هذه القرارات التسعيدية وأيضا الانتقاد المستمير على الدول الأوروبية بسبب التعاون مع روسيا كل ذلك أيضا يؤدي لتأجيج الأمر ولتسعيد هذه الأزمة فلذلك وراء كل ذلك هناك طبعا مصالح اقتصدية هناك حرب اقتصدية بين الروسيا والدولة الغربية شكرا لك دكتور باسكال بيتما أستاذ العلوم الجيوسياسية والتاريخ المعاصر وعلاقة دولية في جامعة نانت تحدثنا من هناك شكرا لك